قصة حب ألبت كيان الأصر الملكي في مصر طبعا أميرة صغيرة في السن ملهاش أي خبرة في الحياة أكيد انجذبت جدا لمن؟ لرياض غالي إزاي كسب ثقة الأميرة وأقنعها بأن هي تتزوجه هو يمكن كمان عمل دور الحمل الوديع مع المالكة نازلي كان بيحاول دايما يقولها تحت أمرك وأوامرك وكان بيحاول دايما يبقى جنبها في مرضها في الوقت اللي مثلا الملك فاروق ما كانش بيسألها عليها وكان زعلها منها الملك فاروق كان زعلها من والدته بسبب نمط حياتها اللي شايفه لا يليق بالملوك فالمالكة نازلي في نفس الوقت ده بتشوف الاهتمام والرعاية والسؤال من رياض غالي المالك فاروق عرض على رياض غالي فلوس مقابل أنه يبعد عن المالكة نازلي والأميرة فتحية ورياض غالي رفض فطبعا ده زود ثقة المالكة نازلي فيه